شاهد بالفيديو إشادة كبيرة للكوميدي جاد المالح بعد إحراجه للمذيع الفرنسي على المباشر أنا مغربيا ولست فرنسيا أولا وإذا كنت مسلم فادعوا لشهاداء ضحايا الزلزال بالرحمة والمغفرة واضغط إعجاب للفيديو وعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم أثار الفنان الكوميدي المغربي جاد المالح جدلا واسعا وردود أفعال إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقتطف من لقاء تلفزيوني أجراه على القناة الفرنسية للحديث عن زلزال الحوز والذي أكد خلاله أنه متشبتا بجدوره المغربية ورد جاد المالح دون تفكير على سؤال المذيع الفرنسية حول رأيه كمواطن فرنسي مغربي في توتر العلاقة بين كل من فرنسا والمغرب ليرد عليها قائلا أنا لست فرنسي مغربي أنا مغربي مهاجرا بفرنسا وأظهر احترامه العميق للبلدين موضحا أنه ليس سياسيا أو دبلوماسيا وأن همه الوحيد هو كيف يمكنه مساعدة بلده في هذه الأزمة ما جعله يتلقى إشادة كبيرة من قبل المغاربة وأبدى نشطاء مغاربة إعجابهم بالرد العفوي لجاد المالح الذي أثبت من خلاله أنه متشبتا بمغربيته وجدوره واختتم جاد المالح تصريحه بأن السياسيين الفرنسيين يتحدثون عن التضامن والوحدة الوطنية طوال العام ولكن يجب عليهم أن يتلقوا الدروس من تضامن الشعب المغربي الذي يتضامن بالفطرة ودعا جاد المالح إبن مدينة الدار البيضاء المذيعة ومعها الفرنسيين إلى أن يتعلموا من المغاربة الذين أبانوا عن قوتهم في اتحادهم وتضامنهم خلال الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم مغربية وسبق لجاد المالح أن أحرج الإعلام الفرنسي بإعلانه مساندة المنتخب المغربي ضد نظيره الفرنسي في اللقاء الذي جمعهما في نصف النهائي كأس العالم الأخير وتجدر الإشارة إلى أن الكوميدي جاد المالح سيخصص مداخيل عرضه الكوميدي المقبل لصالح ضحايا زلزال الحوز ترجمة نانسي قنقر